شكرا فراس وفي ختام نشاتنا سوريا التي انبتت الخزف وصدرته الى اثقاع الارض وحافظت من خلاله على التواصل الحضاري للمنطقة احتضنت في قلعة دمشق الشامخة ملتقى الخزف الاول بعنوان حوار خزفي جذور تتأصل في تربة الرقي والجمال وقراءة لحياة الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم فن الخزف من اهم الفنون التي نشأت وذا عصيتها في منطقة الحضارات السورية خاصة في منطقة وادي الرافدين والساحل السوري والتي كانت السبيل الوحيدة للحفاظ على هذه الحضارات من الزوال بدأ فن الخزف من خلال الرقم الطينية التي عرفتنا بالكتابة والابجدية الاولى ومن خلال قطاع الطوب التي كانت بمثابة البوابة الاولى لفن العمارة قلعة دمشق احتضنت ملتقى الخزف الاول بعنوان حوار خزفي لتوثيق الحضارة السورية منذ القدم العمل اسمه مفتاح دمشق فالعمل يساوينا انه مفتاح دمشق يعني ممكن مفتاح للمحبة مفتاح للالفة مفتاح للسلام عمل سميته الرجل الشرقي من خلال المدرسة السريالية عميه الزفعود بطريقة سريالية لوجهة كتير طويل نحن ما نمتعودين نعمل احجام كبيرة بهالارتفاعات نحن عملنا كنا كانت صغيرة تقريبا اكتر شي كان محدود الاربعين سانتي خمسين سانتي طورنا التشكيلات لتناغم مع العصر الحديث مع الفن الحديث الاعمال الخزفية في هذا الملتقى جسدت تراثا عريقا باشكاله ورموزه وتجاوزت الماضي لتزهر رؤى ابداعية جذورها راسقة في الارض التي انبتتها الخزف فن متجدر في الارض السورية وفي المنطقة العربية بشكل عام ولا بد من احياء هذا التراث والخروج به عن الامات التقليدية هناك ادوات جديدة للعمل وتشجيع كبير للخزافين على ابتكار تقنيات جديدة والخروج بالخزفيات السورية من الحيز التقليدي المعروف سوريا ستبقى منبع الابداع وحاضن الفنون التشكيلية لانها ارض الجمال والابداع من ارض سوريا كانت هذه الاعمال تعمق علاقة الانسان بارضه وترابه لتربض الماضي مع الحاضر علها تشرق مستقبل افضل للخزف لاخبار تلفزيون العربي السوري بشار سقر دمشق سوريا علها